انتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة لحكومة لعدم تسويقها لقرارها المتعلق بتوحيد رواتب الفئة العليا مشيرا إلى أنه تم رفع رواتب الفئة العليا ل67 موظفا بما يقرب من 220 دينارا فيما خفضت رواتب أكثر من 500 موظف بنحو 2500 دينار الطرونة أضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مجلس النواب أنه سيناقش المجلس اتفاقية الغاز مع الاحتلال خلال الدورة العادية أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي في هذا التقرير رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة تجنب أعلان موعد محدد لدورة استثنائية لمجلس النواب قائلا أن الأمر بين يدي جلالة الملك عبد الله الثاني استمرنا من معركة انتخابية في بداية المجلس إلى معركة الرئاسية إلى انتخاب اللجان إلى الظروف الاستثنائية التي مرنا فيها في بداية الدورة من ثقة وموازنة وأصعاب فاليوم المجلس بحاجة إلى أنه يتأنى ويدرسها القوانين كما حظيت برعاية ملكية يجب أن تحظى برعاية نيابية كبيرة جدا وأن تأخذ مداها وأنه مفضل بأن تكون بعد رمضان لكن تحديد الوقت للدورة هو بيد جلالة الملك لأنه هو صاحب الشعر في هذا المجلس الطرونة استعرض انجازات المجلس خلال دورته العادية الأولى التي شملت عقد 64 جلسة منها 54 جلسة تشريعية و10 جلسات رقابية مثلت الجلسات التشريعية 84% فيما كانت نسبة الجلسات الرقابية 16% وحول الأسئلة النيابية التي وجهها النواب للحكومة بلغت نحو 824 سؤالا أجابت الحكومة على 644 منها ما يشكل 78 من مجموع الأسئلة الموجهة إلها قرارا أخيرا اتخذت الحكومة وهو رفع وزيادة رواتب الفئة العليا حيث كان محل نقاش خلال المؤتمر واعتبر رئيس مجلس النواب أن الحكومة لم تنجح في تسويقه هناك تفاوت كبير جدا ما بين رواتب الفئات العليا عندما يتم التسويق بأنه رفعوا فالحقيقة هي لا هناك أكثر من 67 مسؤول برتبة أمين عام رواتبهم ما دون هذا المبلغ أو ما دون الحدود الدنيا لهذه الرواتب ومئات منهم يتقاضى ثلاثة وأربعة وخمس ألاف فاليوم إذا بدنا نتحدث عن الرقم أو المعادلة زيد 67 موضف بما يقارب 220 دينار ونزل من أكثر من 500 ما يقارب 2500 دينار فبالتالي هذا هو الوفر الحقيقة أنا يعني كان بتمنى أنه معالي وزير الإعلام أو أي مسؤول ناطق باسم الحكومة أن يوضح هذه الأمور أما الملف الأهم والذي كان حديث الشارع الأردني وهو اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي حيث كشفت طرون نية المجلس مناقشة هذه الاتفاقية خلال الدورة الاستثنائية في حال أدرج على جدول أعمالها حمز الشوابكي رؤية